الخبر الأول الذي أعادنا على المتابعين وكشفهم الحقيقة نورستار وخفها الاسم شيرين بيوتي من الكوميتات التي أعادها أما ليس على السبب في صراحة المادل ولكن ممكن أن هي أخط نارين بيوتي ونارين بيوتي نورستار لكم مشكلة بناتهم أما بالتبايد لي لن يدخل رأيكم معطا نزلتهم ونزلت بها التعليقات وليس لسم شيرين بيوتي بقيت رأيكم على كلمة 3 ثوان عمده في التعليق وتعليق الإشخاص لها قوة رأيه بقى من فضم زين هون غير حساب أما نشوف الإتالي راحط لها للناس أو لا بقى من غير حساب مزل بها التعليقات ورحنا نكمل التعليقات الظاهرين راح شوفناه تاريخ مظهره من ذلك التعليقات الظاهرين فكتبنا نحبه بالكومنتاج وشارككم بعض الخبر الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر عادنا هو نور مارفن نور مارفن نور مارفن نزع لسبب لإنستجرام شيرت ستوريت وهذا الاستوريات تعلم بخلال انه هو استوي خلص تصوير بخطأ ونحن نزع بأخذها بشكل أكبر وذيطلب من المتعبئين انه يدعو لها وكم مفاجأة قوية حتىكم الاستوريات تشوفوها من يستوريات يو تلاتي من شوي خلصنا تصوير فدعوتكم من احسان انام رجعت على البيت عساس دنام ان شاء الله أما اليوتيوبر الثاني عادف هو أحمد أبر مارفن نزع هذا المقطع على قناته باليوتيوب هذا المقطع صاري رذبي على كلام اللي قال النور مار علي بالاستوري والمشكلة اللي صارت بيناتهم بالنسبة اشخاص من شافوا مقطع يروح يشوفوه بالنسبة اشخاص اللي شافوه اكتبوه بالكومنتاج شاركو بالخبر ويمنوع حقا تشوفوه نور مار وحمد ابررب الخبار الثالث اللي عادنا عن مصطفى ريدر وياسو واخيرا رجعوا للبعض ويمكن يرجعون للبعض في البداية ريدر نزلت هذا الاستوري على سبب الإنستجرام وهذا الاستوري قد يدعو لحبايب دعوات الغريب مستجاوب وكانت بيها لجوه ان هو بالمستشفى وموقع مستشفى وبعدها نزلت الثالث اللي كان بياسو صدم جميعا ومشان كانت بأليه اللي جوه اخو خايت جابها هنا وبعدها نزلت على سبب الإنستجرام شوية اشتوريات وهذا الاستوريات توضح به المتابعين انه سنسل ريدر كان مار بظروف معي انه هو مستشفى وهي حبة توقف ايه والمشكلة صارت منهم هي مو مقلب بالليام الجاية لحتى تعرفون كل شيء صاير شكرا لوقفاتكم معنا حقا فاكتبوني يا حباب الكومنتاتين تفرحين رجعوا للبعض او لا الخبر الرابع الذي عادنا عن تهجوم متابعين نارين بيوتي على نورستارز في نورستارز ننسل على سابع بالإنستجرام وهذا البوست وبخذ البوستان به هذه الصورة وكالعاد كل الكمنتات اللي اجتني عشان دي سيزون بها من هذول دموع حقيقيين وهذا كلام مع نارين بيوتي ومتابعين نارين بيوتي هذا الفوديو يا حباب قدامكم اكتبونه بالكمنتات اللي اتتعقد التهجم اللي اتعرضت له او لا وشترايكم بذلك الخبر الخبر الخامس اللي عادنا عن سارة تيوب وحبها المملكة القصص في سارة تيوب ننزلت مقطع لقناتها باليوتيوب وهذا المقطع صار بتعترف لي بحبها وروح شوفوا شون ردات فعلي عن الموضوع في الموضوع كله الصراحة ان يصدم رح تقوم رابط البوصف اتمنى من كله رح شوفوا المقطع وشوفوا اللي صار غريب كليش وبصلاة شانو ياكو فايزة مخاطم وبصلاة شانو ياكو فايزة مخاطم ومع السلامة